أصبح الميناء الجديد لبوشدور كما وقف على ذلك وفد يضم ممثلين عن أبرز وسائل الإعلام الوطنية جاهزا ولا ينتظر سوى التدشين هذا القطب الاقتصادي الذي جاء ثمارة للشراكة بين الوكالة الوطنية للموانئ وقطاع الصيد البحري ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية نسبة الأشغال البنية التحتية هي 64 مليون جيل درهم تكون من شبكة الكعرباء، شبكة التطهير الصحي، شبكة الماء الصالح الشرب وشبكة الطرقية بالإضافة إلى الميناء تم إنشاء سوق للسمك يندرج في إطار السياسة القاضية بإنشاء جيل جديد من الأسواق التي تستجيب لجميع معايير الجودة المعمول بها عالميا على مساحة إجمالية تصل إلى 2478 مترا مربعا انتظاراتنا من هذه السوق إن شاء الله أن تساهم ليسا فقط في تثمين الجيل للمنتوج الذي سيفرغ بالميناء بوجدور بل أكثر من هذا أنها ستساهم بشكل كبير في الرفع من مدخول مداخل البحارة ومن رفع كذلك من مداخل الجماعة المحلية مما سيكون له الأطار الطيب على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم بصفة عامة ومدينة بوجدور بصفة خاصة ويشتغل بميناء بوجدور ما لا يقل عن ثمانمائة قارب للصيد الساحلي والتقليدي هذا الرقم الذي يعكس العدد الكبير للأسر التي سيكون الميناء المصدر الرئيسي لدخلها ترجمة نانسي قنقر